شهدت مدينة تعز مسال اثنين أمسية فنية وخطابية ضمن برنامج الاحتفاء بالعيد الثامن والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة بحضور قيادة عسكرية ومسؤولين في السلطة المحلية وأحيى الحفلة فرقة غنائية وموسيقية بعدد من الفقارات الفنية والغنائية والشعبية وسط حضور جماهري من أبناء المدينة وقال مدير مكتب الثقافة بالمحافظة عبدالخالق سيف في تصريح لقناة يمن شباب إن تعز وفية لمبادئ وأهداف الثورات اليمنية كافة باعتبارها أيقونة خالدة لن تتنازل عنها المدينة اليوم تعز تحتفي بالذكرى الثامن والخمسين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر وهي تحتفي بهذه الثورة كل عام وستحتفي بها لألف عام أيضا هي إرثون الخالد تعز وفية كل الوفاء لمبادئ وأهداف الثورات الخالدة سبتمبر وإكتوبر ونوفمبر وفبراير أيضا أصبحت هذه أيقونة التي لا يمكن أن نتنازل عنها هذا الجمهور الرائع حضر اليوم في أول سهرة وهو محاصر ومنكوب من ذات السلالة التي ثار عليها أجدادنا وأباؤنا يحضروا اليوم ليقولوا أن يملأوا دنيا ابتسامة يغنون للوطن يغنون للثورة فكل عام والوطن وتعز بألف خير وإن شاء الله النصر قادم الجمهورية ستعيش واليمان الاتحادي سيعيش ولا مقالة لنبتة الشر الإنقلابية أن تثمر في هذا الوطن العظيم جدا اشتركوا في القناة